يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الحاجات الحلوة على أغلى وأجمل إخوات عندي بالقناة طبعا لما بدأنا مع بعطينا نحن ننضف تنظيفات العيد ونبدأ كده قبل دخول الصيف عليني فلازم ننضف كل الموجود عندي مبارح وريتكم إن أنا غسلت البطاطين طبعا وغسلناهم ونضفناهم وده السنة البطاطين بتاعتنا نظيفة زي ما أنا وريتكم أول حاجة كده خشناها من وشني اللي هي البطاطين ثاني حاجة وأهم حاجة برضو في الشقة هي غسيل السجاب كلنا بنشكي ونقول إن إحنا لما بنخسل السجاب بنبقى تعبالين جدا وطبعا غسيل السجاب يبقى غمة كبيرة على قلبني لما بنخسلهم بنرتاح راحة نفسي بصراحة النهاردة اتنشط لي كده أنا ولادي ربنا يخلهم لي يا رب قالوا لي يلا يا ماما نبدأ ونخسل السجاد مع بعضينا فعلا كده بدأتي أنا ولادي طبعا زي ما انتوا شايفين أنا رفعت الفرش بتاع الكنب وحطيت السجاد في النص زي ما انتوا شايفين الصالة كبيرة وانا حط السجاد دي أصلا بش حاجة فيها أصلا فبغسل كده ووصلت الخرطون بتاعي بحطي مسحوق أي نوع من المسحوق عندك أكسي أي نوع من أنواع اللي عندك تغسلي به طبعا لو حاب أن انت السجاد بتاعك متوسق خالص تحطي كده حبة من ملح اللمون وحبة كده من الكروال هتنظف معاك السجاد وهتخليه زي العسل بس لو سجاد بتاعك تنظيف زي السجاد بتاعي زي كده فأنت بالقومة بس شوية تقومه أي أي برسيل عندك وتحطيهم وتوصل الخرطون بتاعي وبالفرشة الجميلة الفعالة اللي بأمانة تاني خلت السجاد عندي نضيف بسرعة هي الفرشة دي طبعا أنا بداعي بساعدوني شي بكب مي شي بيمسح شي بيزيح لم الحمام ربني خلهم لي يا رب ساعدوني وخلوني شي تعبت فيهم أصلا أول مرة في حياتي لما أخسل السجاد بالشكل دي ما حسش بالتعب أصلا لما أخسل السجاد بجد أنا كل سنة لما بلمي السجاد وبخسلهم كنت بتعب باخد يوم كده كامل فدعك السجاد دي كان بيبهدني بأمانة كان بيخنقني خنقي ما قدرش أقول لي بس الصراحة غسلنا السجاد كده بكل بهجة وبكل فرحة السجاد دي طبعا غسلناها بالأوم الأول ونظفناها وبعد كده أدناها فم تاني شطف اللي هي مية صافية مغير أي أوم أو أي حاجة حابة تحطي شوية معطر في الغسيل حطي مش عايزة تحطي ما تحطيش أنا كتفيت بأكسي ريحته جميلة جدا بأمانة تاني بريحة الوارد فريحته خطيرة جدا في غسيل السجاد خلاص كده لمينا السجادة الأولي دي السجادة أكبر سجادي فأنا شلته والذي لموها خلاص غسلناها وشطفناها وهي يبتدوا كده يعفصوها على أساس أن هي تعصر وتنزل كل ميته تعالوا نجيب السجادة التاني دي السجادة اللي أنا كنت فرشاها في قضة النوم بتحدي اللي كنت حطاها بين التسريح والدلاب طبعا السجادة دي فيعني هي ما فيها شيء تراب كتير ولا تساخات كتير ده هي كل اللي فيها شوية شعر غبارة خفيفة جدا فإحنا هنمشع عليها كده بشوية الأكسي وهنغسليه طبعا فادي بكب عليها مية بالشكل دي وهنخليها زي الفل دي الوقت طبعا ولادي فرحانين أن هما بيغسله السجاد معايا لأن هما بيعشقوا حاجة اسمها رخاوي وحاجة اسمها مية طبعا أنتوا زي ما أنتم عارفين الأطفال بزاق بتحب اللعبة في المية فأنا سيبتهم بصراحة مردشة زاعلهم اللي بيجي مسك الفرشي شايفيني في ليب مسك الفرشي وعامل نفسه أنه بيدعك أنا سيبتهم بصراحة اللي بيدعك شوي اللي بيكب بمي اللي بيزيح مي بس أنا طبعا كل السجاد اللي أنتم شايفينه دي أنا عدت عليه بالفرش الكبيري وغسلته غسلة كويسة خالص أنا بجيت أطف الكاميري وبروح بخسل السجادة وبعد كده برجع لكم تاني أفتح الكاميري بصراحة سعدوني ربنا نخليهم لي يا رب كده في فرحة في بهجي لما تلمي ولادك حواليكي وتخليهم بدل ما بيلعبوا في الشارع لا أقول لهم تعالوا نحن ننظف السجاد بتاعنا عشان العيد هيبقوا فرحانين جدا ستقولي لما بيعملوا كده معاك بتحسي بالفرحة والبهجة والسعادي طبعا يجومي كده والشطري ما تقوليش إن أنا كصايمة وكسلانة وتعباني لا بالعكس كده سل الصيام بتاعك إن أنت تجومي كده تخسل السجاد بتاعك أو تخسل البطاطين بتوعك أهم حاجة في الشقة السجاد والبطاطين لو أنت غسلتيهم ودستيهم ونضاف ستجيني هتبقي أول السنة جاعدة مرتاحة ومفصوطة علشان لما يجي العيد علينا كده يتلقى الشقة نظيفة السجاد نظيف كل حاجة مخصولة ونظيفة وزي العسم طبعا أنا بعد عشر ايام إن شاء الله على خير مغير تجادير يعدوا كده عشر ايام وهبتدي إن أنا أنظف القوة طبعا معاكم ونظف الشقة طبعا تنظفت العيد دي أنا بنظف تنظيفة عميقة بجد يعني كل يوم بأدي أوضة يعني كل يوم على أوضة يعني القطين عندي كل واحدة فين بتاخد يوم معايا المطبخ بياخد يوم واحده وكمان الحمام بياخد يوم لوحده والصالة برضو لهم واحده طب ليه يا أمو فيله كده أنت بالشكل دي بتتعاوجي جوي لما بتخلص تنظيف الشقة لأن أنا بنظف تنظيفة عميقة تنظيفة بجدس جداني يعني أنا بنظف بطلع الحاجة من قلبه يعني كل تحت السرر بقل فوق الدولبات بنزل الحطم بخسلهي الأرضية بمسحي بمسح الخشب مش بخلي أي حاجة إلا ما أنا بخسلها وبنظفها فبالشكل ده لما بيجي علي العيد بيجي تلاقي كل حاجة نظيفة وكل حاجة زي الفل جم وشطري وتنصحي كده وخليكي ستة شطورة وعمل لوراكي وبعد الفيديو كده لما تحضر الفيديو جم وخسل السجاد بتاعك بأمانة لو ما عندكيش سجاد وعندك حصيرة أو حصرتين برضو يقوموا واخسليهم ودسيهم ونضاف عشان خاطر لما ييجي العيد عليك يتلاقي الحصر بتوعك نضاف وزي العسم العيد ده هتقول لي يوم مفيله بعد ما غسلت السجاد انت هتروحي وهتفرش السجادة تاني بصراحة أنا مش هكذب عليك أنا معي الحصرتين كبار واشتريت حصرتين تاني عليهم فأنا إن شاء الله العيد دي أنا هفرش حصر بس طب لي يوم مفيله طبعا عشان خاطر قيام عشان خاطر الحصر خفاف جدا علي في غسيلهم باخدهم في الحمام وباخسلهم بيبقوا سهلين علي جدا في الغسيل بتاعهم طبعا وخفافي جدا في القل لما طبعا الصيف طويل فأنا بحب كده أجل وأكنس وامسح كل يوم لازم أمسح الشقة فبالشكل دي لما أنا أرفع الحصيرة بتبقى خفيفة خلف لما أرفع السجادة بتبقى تقيلة جدا علي فبالشكل دي أنا إن شاء الله العيد دي هيبقى كل الفرش بتاعي حصر بس مش هفرس أي حاجة تاني السجادة كله اللي انتم شفتوه دي طبعا هدسوا مع المكت اللي أنا دسها أنا عندي كمية مكت كبيرة جدا دسها برضو وبردو هدسها معها هي بس زي ما قلت لكم أنا لما بدس حاجة بدسها على نظافة دول الحصر اللي أنا اشتريتهم الصف اللي فات فاكرين لما قلت لكم جبت حصرتي اشتريتهم قص جبتهم بخمسمائة جنيا بأمانة تاني انبهرت الأسبوع اللي فات دي بسأل على حصيرة أخت الحصيرة اللي أنا بغسل فيها دي فقال لي بمتين وسبعين جنيا كاش يعني مش قص يعني أنا لما جبتهم جبتهم قص فما حسيتش بيهم فلا بالعكس الراجل بيقول لي بمتين وسبعين جنيا كاش الحصيرة اللي انتم شايفينها دي أما اللي مدمت الحصيرة بالسعر دي أما اللي السجاد بيجد بكام أيام ما اعلم بيها الله ربني بصراحة اللي اشترى حاجة نفت به حافظة على الحاجة اللي عندك لإني في الأيام اللي احنا فيها دي بيجت أيام صعبة والحاجة بيجت غلية جدا فالناس اللي معاش مقدرة إن هي تشتري بيها سجاد أو حصر أو كلام دي فأنت حاولي يسدت الكل لتحافظة على الحاجة اللي عندك لإني عمرك ما تقدر تعوضي الحاجة اللي عندك لو خسرتها غسلنا أول حصيرة وقادي تاني حصيرة اللي أنا اشتريتها برضو معها هم الحصرتين دولة اللي أنا اشتريتهم أنا جايبة وحدة لونها نبيتي عشان بفرشها مع الضجم اللون ونبيتي اللي بفرشه يوم العيد وجايبة الأولانية لونها موف عشان بفرشها مع الضجم اللي هو اللي على الكنب دي فبالشكل دي لما بجفرش الضجم دي بحط الحصيرة التاني وكمان عايزة بعد ما أعمل الشقة نخبز المخبوزات بتاعتني يعني أنا عايزة برضو نبدأ يعني باجي معايا أخر الشهر دي فأنا عايزة في أخر الشهر دي تين شاء الله على خير إن أنا نعمل فيه اللي هو الشقة وكمان نخبز المخبوزات بتاعتني فيكتبولي في الكومنطات وادوني رأيكم أخبز المخبوزات بتاعت العيد كلها الأول ولا أنظف الشقة الأول فشوفولي ياديني رأيكم كده في الكومنطات أنا بصراحة محترب مش عارفة أخبز الأول ولا أنظف الشقة الأول فشوفوا كل كان إن هي أحسن وانه هي افضل ان انا اعمل هي بصراحة انا حابة ان انا اعمل الشجة الاول طب ليه ومفيل وعاوز اعمل الشجة واخلص منها وارتح منها بصراحة بس خايفة لما اجي اخبز المخبوزات بتاعتي لان انا هخبز فايش واخبز بسكويت واخبز الحلوات بتاعتي العيد فخايفة الشجة تتوسخ تاني وبالذات المطبخ لان المطبخ طبعا هيبقى فيه العجن وفيه جهاز المخبوزات فمحتارة اكتبول في التعليقات اخبز الاول وانا نظف الشجة بتحت الاول فقدوني رأيكم انا مستنية رأيكم طبعا اراءكم بتفرج معاي جدا هنا كنت خلصت السجاد كله طول ما تتوعي الدوسات بالشكل دي كان اخر حاجة معاي الدوسات فخلاص كده غسلناهم ونظفناهم بصراحة غمة وصدقت مرتحتي منهم لان بجد لو انا ما كنتش غسلتهم كنت هقعد مخنوجة الصف كله خلاص كده اول مهمة خلصها البطاطين وتاني مهمة اللي هي السجاد تعال ورك السجاد لما نشرته كده شايفين جمال ونظافته حلوة السجاد بتاعي فرق حققت الدوسات من قدام نشرته السجاد كله اللي هم السجادتين الكبار حققتهم على البلكون عشان تقال مش هيح ما ينفع على البلكون وقادي فيدي النهاردة يا رب يكون عجبكم ويكون فعلا استفدتم من امه فيله والكان فعلا فيديهاتي بتحبوها وتهتموا بيه تبخلوش كده علي باللايك الحلو من ايدكم وتنزل تكتبوا لي كومونت حلو من ايكم لان كومونتاتكم وتعليقاتكم بتفرج معاي وتنسوش اللايك والشير وتفعلو لي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا اغلى واجمل اخوات عندي في القناة اشتركوا في القناة شكرا